السلام عليكم أصدقائي سوف نحكي اليوم حكاية جميلة وسوف نلاحظ سويا حرف الجيم في أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة الجمل جمول يعيش الجمل الصغير جمول مع أمه في حديقة الحيوانات في يوم ما سأل الجمل جمول أمه أمي لماذا لدينا سنام كبير؟ أجابت الأم لكي نخزن فيه الطاقة التي تجعلنا نتحمل جفاف الصحراء ولا نشعر بالعطش سأل جمول ولماذا لدينا سيقان طويلة وأقدام مستديرة؟ قالت الأم يا جمول يا صغيري لكي نتحمل المشي على رمال الصحراء لمسافات طويلة جدا حسنا يا أمي لماذا لدي رموش طويلة وكثيفة جدا إنها تزعجني أحيانا وتحجب عني الرؤية أجابت الأم يا جمول يا جمول الرموش الطويلة والكثيفة تحمي أعيننا من رمال الصحراء إذا هبت الرياح قال جمول ولماذا لدينا شفاه غليظة جدا أجابت الأم جمول يا عزيزي لكي نستطيع أكل نباتات الصحراء الجافة والشائكة قال جمول أنا لا أفهم يا أمي إذن ما الذي نفعله هنا في حديقة الحيوانات؟ النهاية هل لاحظتم حرف الجيم في أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة؟ أحسنتم نرجو أن تكونوا استمتعتم بقصتنا اليوم شكرا لمتابعتكم لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ومشاركتها مع من تحبون إلى اللقاء شكرا للمشاهدة